مساء الخير للماراتون يحضر الأمن وتقفل الطرقات احترازيا ومراسم عشوراء من الضاحية إلى النبطية تنتهي من دون ضربة كف إذا استثنينا ضرب الرؤوس إراديا لكن الأمن يقف عاجزا أمام حماية صندوقة انتخابية والجماهير الغفورة في كلتال حالتين غير معفية من مسؤولية احتجابها عن المشهد الرافض للتمديد وهي أثبتت أن لها أقداما ترقد وأصواتا تهتف لهم الحق في اللهاث وراء سيدة الهرولة الأولى وعندهم كل الحرية في إحياء مراسم دينية محفورة في التاريخ لكن ليس من حقهم غدا أن يقيموا الحد على الطبقة السياسية الممددة لأنهم ارتضوا بأقدارهم السياسية وما تقرره نيابة عنهم والأمن يحضر لحماية الجولات السياسية من الشمال إلى البقاع ويسمح لوزير العدل أشرف ريفي بالوقوف في أسواق طرابلس ليعلن أنه دحر الشيطان وأنه سوف يتحدى إبليس بعد أن قتل التنين لكن من دون أن يخبرنا بأن الشياطين المدينة وعفاريتها قد تربت في كنفه إلى أن أصبحت تنين والأمن أيضا يوفر لوزير الخارجية جبران باسيل جولة ميدانية على قرى البقاع حيث أول خطوط النار باسيل عوض عن حرمان اللبنانيين بالمغتربين وفتح صلاديق الاقتراع في كل من أستراليا والكويت لكن ضمير الغائب لا تصريف له وسيصب في مرسوم التمديد وإلى المراسيم الأمنية حيث برز مساء نبأ آخر عن إصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في الغارة الأمريكية على الموصل لكن هذا النبأ لم يحظى بتأكيد أمريكي رسميا بعد وما هو مؤكد لبنانيا اعتقال العقيد في الجيش الحر عبدالله الرفاعي عند أحد حواجز الجيش اللبناني في عرسال سبق ذلك حملة دهم في نيحة البقاعية أسفرت عن توقيف عدد من السوريين المشتبه فيهم ومنهم من عاد جثة حيث أفيد شمالا عن وصول جثمان المدعو الشيخ نبيل سكاف وهو من أفراد المجموعة التي نصبت كمينا لضباط الجيش في بحنين وقد أصيب سكاف في أثناء العملية إلى أن توفي أخيرا وسيتم تشييعه على اعتبار أنه من مجاهد القلمون الجهاد ورياح الإرهاب دفعت بالرئيس سعد الحريري إلى زيارة الأردن وحدفته صوبنا وهناك أمل بأن يعرج الحريري من عمان على لبنان كمحطة ترانزيت إلا إذا كان الهدف من زيارة الأردن تجاريا لا علاقة لنا به ترجمة نانسي قنقر